يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان متابعي قناة الأهلي في كل مكان في العالم يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 صبح في الأهلي إن شاء الله تسعد وتستمتعوا معنا بكل لحظة من لحظات حلقتنا النهاردة صباح الخير جدا صباح الخير عليك يا كريم وصباح الفل والخير على حضراتكم جميعا ويوم جديد وتاني أيامنا يعني في 10 صبح في الأهلي وسنة جديدة دايما علينا يا رب تكون كل أيامنا خير وسعادة بس مهم زي ما بنتكلم دايما يكون في سعي خلينا بس قبل أي حاجة ننوه عن الفقرات ونبدأ أن احنا سيكون معنا فقرة أولى ستكون عن مصرحية مطلوب مخرج وهي عمل إبداعي بس لذوي الهمم حاجة محترمة جدا طبعا لذوي الهمم بالنادي الأهلي وفقرة تانية سيكون معنا كابتر محمد حشيش نجمال أهلي السابق الفقرة الأولى أعتقد مش فكرة بس الواحد بيهتم بيه يعني يا كريم لا فئة في المجتمع القصة مش كده القصة أن أنت بتظهر قد إيه في ناس موجودة في المجتمع وفعالة بشكل كبير جدا أنت مش بتعمل لهم فيفر أو خدمة أن أنت مثلا بتستضيفهم أو بتجيبهم لا أنت بتتعلم منهم فعلا فأنا بوعد حضراتكم الفقرة دي هتبقى في غاية يعني الأهمية والجمال في نفس الوقت جد طبعونا هتكون فقرة حلوة قوي الحاجة بس اللي قبل ما نبدأ أخبارنا أنا عايز أتكلم معاك فيها لأن معنا أخبار سريعة كده بهمة احنا بس عايزين نبارك لنجم الأهلي كابتن رامي ربيع عمبارح كان فرحه وهو من الناس الجميلة جدا واللعيبة المحترمة والشطرة جدا وعرسته بنت جميلة جدا فألف مبروك عليك وأعتقد أهلوية كلهم كانوا بيباركولوا ومبارح كان فرح جميل وكانت صور جميلة وهو كان جميل يعني ربنا يبارك لهم إن شاء الله الحاجة التانية وطبعا أثارت الجدى المبارح برضو وهي إصابة ميسي بكورونا طبعا هيبع معنا تفاصيل أكتر خلال الفقرة الإخبارية لكن برضو الموضوع يعني كان عليه كده شوية جدا الناس قريب بعض الكومنتات يقول لك يعني ميسي جاله كورونا وإحنا مش هيجيلنا كورونا ناس تقول لك يعني مع الإجراءات الاحتراثية ومع الاهتمام ومعه ومع الناس وتقول لك إيه ده إزاي أصيب ده رؤساء جمهوريات وقادة وساسا ووزراء وكل اللي بالك فيه وعلى مستوى العالم كل ما فيش حد بعيد عن الإصابة طبعا بفايروس كورونا بس تأثير ده بقى تداعيات ده على باريس سان جيرمال الميشو كمان بس اللي أصيب لأصيب أربع لعيبة آخرين فأعتقد ده حبالية تأثير طبعا هنعرف بقى خلال الفقرة مع الأخبار إلى حد كبير الدنيا شبه خربانة في أوروبا على صعيد كوفيد بمتحورات ومستجداته وطبعا زي ما كنت بقولك ما فيش حد بعيد عن الإصابة بفايروس كورونا أو الإصابة بأي مرض عموما يعني وطبعا بنتمنى الشفاء العاجل ونتمنى السلامة لكل الناس بالنسبة الرمي ربيعة بنقوله مليون مبروك ربنا يكرمك ويوفقك ويساعد لك أيامك وبالرفاقي والبنين ورجوعا بقى للنقطة اللي انت ابتدتي بها أنا معاكي بكل حرف انت قلتي مليون في المئة نهوان لأن زاوي الهمم أو أصحاب القدرات الخاصة الحقيقة دي نقطة مضيئة جدا للنادي الأهلي إن هو دايما حريص وده بنشوفه كتير جدا من خلال اللجانة المختلفة والأنشطة المختلفة النادي الأهلي طول عمره حريص كل الحرصة على مد يد العون ويهي كمان الاستفادة من قدرات أصحاب القدرات الخاصة الحقيقة نشاطات طرفيهية نشاطات فنية ثقافية رياضية دي حاجة رائعة من النادي الأهلي المبارح كارلوس كيروش قال لنا شوية تصريحات كده من الصف اللي يتقال عليه اللوز اللوز الحقيقة البعض منها كان بعيد كل البعد عن المنطق لما يطلع ويقول إن أنا مش هدفي إن أنا أفوز بأمم أفريقيا ولكن هدفي الأساسي هو الوصول إلى المونديال طيب النص التاني من الكلام ماشي كلنا عايزين لك توصل للمونديال بطبيعة الحال إحنا عايزين منتخبنا لكن يعني إيه أنا مش رايح عشان يعني ما معناه مش رايح أنافس حتى بالنسبة لأمم أفريقيا يعني حضرتك واللجنة السلسية واللي أصبحك مؤخراً أحدية هل أنتم متفقين على كده متفقين إن أنت كل أول شهر تاخد مبلغ وقدره عشان في الآخر تلعب يعني ماشيين هل الكلام ده يبدو منطقي لحضراتكم يعني ونروح كاس العالم بالمنطق ده مش هنعود لنا 48 ساعة على بعض وناخد بعدنا ونرجع يعني فالصحات غريبة جداً الحقيقة ومش عارف هل دي عقلية مناسبة للإدارة يعني إن إحنا نطلع نقول الكلمتين دول وعلى الملأ وقبل البطولة بكام يوم يعني إحنا كده كأننا بنقول اللعيبة لأنتوا عتروحوا أم أفريقيا كده ترويشوا شوية إحنا كده كده مش بالنفس على اللقب فمش فرقة معنا كتير إحنا اللي همنا الوصول لكاس العالم يعني لغير منطقي تماماً ستفهم معك جداً ومش أنا وإنت بس اللي رأينا كده كريم ناس كتير جداً أثارها نوع من الغضب يعني إثر التصريحات الخاصة بكراش لأ ولسه إحنا معنا بقية التصريحات بس لأ حاجة غريبة يعني أنت حضرتك جاي معيش مع احترامي شديد بس حضرتك بتقبض برضو مرتب نظير شغلك ونظير إن أنت تحقق طموحات وأحلام المصريين كلهم يعني فده شيء غريب إن أنا إيجي أقولك أنا مش هممني بطولة العرب أنا مش هممني أمم أفريقيا أما لأ دي فالة أهم بطولة بعد كسر عالم وأمم مش نظرية أبداً أمم أوروبا غريب جداً الكلام طموح لسه فيه أغرب كمان الدين خش علينا بالأغرب بس هقولك على حاجة مبارح الجماهير فعلاً كانت غضبانة جداً ليه بقى؟ مبارح برضو جزء من تصريحات كيروش هو كان بيتكلم أو بيك هو مش مدرك إن منتخب مصر هو يعني برضو مش حاجة سهلة المنتخب ده صاحب الأرقام القياسية يعني في البطولة احنا بنتكلم تنظيماً وفوزاً وتهديفاً لابن نقول منتخب مصر لأ حضرتك بتتكلم عن جد ملك أفريقيا يعني اللي توق باللقب أصلاً سبع مرات الملك مش راح ينافس المرات منها ثلاث مرات كمان كانت متتالية وده تاريخ محدش يقدر ينساء فلما نقول كده لأ ده شيء صعب جداً فعلى كل حال مش كفاياً يا والد أنت كبطلة العرب طلع رابح في كاس العرب يعني وقلنا دي بروفا يعني طبع كل الناس بالعشرة بالعافية وكانت إلى حد ما مقبولة نقولك يعني كاس العرب ماشي لكن انت تخش على الأمم أفريقيا كمان تقول وانت سيدها لبالك وإحنا أسياد أفريقيا ومتخبنا بتقل وبزخم وبتريخ طبعاً بس هو كمان قال حاجة مبارح برضو أثرت الغضب يعني خليني أقل لحضرتكو الصورة هو كان تصريح كده لحد دلوقتي الناس مش فهمها والبعض فسرها أنه هو هزار والبعض فسرها ناس خرية أصلاً هو إيه إحنا لدينا أفضل لعبين في العالم وربما ينزع كريستيانو رونالدو من الأمر يعني إثر التصريح اللي هو قاله ده إن إحنا عندنا أفضل يعني لعبين في العالم فهل كيروش قالها يعني على سبيل المزاح مثلاً أو الهزار بس هي ما أعتقدش في الأول وفي الأخر إنت لو أدركتها كده هي نكتة يعني ما أعتقدش لأن إحنا لو بصينا تانية كريم إحنا عندنا أفضل لعبين فعلاً في العالم يعني تعالى نسمي مع بعض دك محمد صلاح أفضل فعلاً لعب في العالم ده بالأرقام إحنا مش إحنا اللي اخترناه أو إحنا عايش المصريين فبنقول كده لأ ده بالأرقام يعني عندك مرموش عندك تريزيجي عندك وعندك عندك أسماء كتيرة جداً فمعليش لما تيجي تتكلم عن منتخب مصر يعني نخلي بالنا شوية من التصريحات لأنها بتفرع إحنا دايماً كنا بنقول كراج تصريحاته ستريت فورورد وتو ذا بوينت وصريحة وما بيجملش كلام ده كويس جداً بس ما توصلش النقطة أن انت تثير غضب الجمهور أو الجماهير لأن الناس مش حبة ده وبعدين آه لو انت هتقارن محمد صلاح بكريستيان ولا محمد صلاح يعني زي ما بتقال قيمة وقامة حاجة لها تاريخ وربما يكون أفضل فمعليش يعني ما كان برضو تصريح مبارح عليه علامة استفان بصراحة أنا مش عارفة بس هقولك على حاجة خليه صرح زي ما هو عايز بس احنا عايزين بطولاتنا احنا جايبينه عشان مش المعينة صح كده احنا عايزين البطولات ده ده اللي احنا كلنا فاهمين لا شيء غريب بسرعة والمشن المعينة دي آخرها الوصول لكاس العالم بالمناسبة بالزبط مش بس وصول مروراً بكل ما هو قبل كاس عرب استعوض ربنا طلعنا الربعين أم أفريقيا احنا مش رحين ننافس اما احنا رحين نعمل ناخد فكرة ناخد فكرة احنا كلفت بأمانة والله في حاجة غريبة فعلا برضو استكمالاً لكلام اللي بتقال يعني الكيراش يعني قال على انضمام تريزي جي جاء نتيجة لخبرته الكبيرة وهو لاعب مميز للغاية لغاية هنا الكلام زي الفل لا هبارة عليه بس ايه جخبتنا جملة تانية بعدها اثارت برضو هي كمان تحفظات الكتير جداً من البشر الحقيقة قال يعني لم أحدد حتى الآن مركزه الذي سيلعب فيه نقف بقى هنا يا ست الكل ونفكر مع بعض بصوت عالي يعني يعني ايه لم أحدد المكان يعني هو مثلاً عامل ندر ما لعبش أي حد في المركز الطبيعي بتاعه عنده مشكلة في نرعب كل حد في مركز مختلف عن المركز يعني قلنا ده مقبول يا كريم مع كاس العرب قلنا يمكن لسه هو بيختبر اللعيبة وبنشوف ويمكن في حاجة احنا مش فاهمنا لو انت فاكر احنا قلنا الكلام ده قلنا يمكن في حاجة احنا مش فاهمنها الراجل ده برضو سيفي تقيل وقام مفروض وتم اختياره اكيد احنا مش هنختار اي حد ولكن الواضح كده ان الموضوع مستمر معنا كمان فيعني لا انا باتفق معاك في حاجة مش مفهومة فكرة كمان ان اللعيبة مش بتلعب في مركزها ودي ثابت معنا بقى الحكاية دي يعني مش مثلا ماتش اتنين قلنا يمكن يعني بالصدفة لكن ده واضح ان فيه اسرار تريس يجيب يقول لك لم احدد الموقع يعني هل خطر له على بالي وعاف مثلا وقفوا حرس مرمى مش للدرجات تضماني منين تضماني منين وحنا في ضوء اللي حاصل ده كله عادي جدا طيب المهم على كل حال خلينا نكمل محضرات كل ان هو برضو استكمالا للتصريحات امبارح هو قال وده تصريح طبيعي بقى عن اختيارات اختيارات اللاعبين هو قال كل الاختيارات بتكون نتيجة دراسة او دراسة كل التفاصيل والاحسائيات وتحللها من جميع النواحي سوى بيتكلم هنا فنيا او نفسيا وان جمع كمان المعلومات حول القصوم في بطولة كأس امم الافريقية وان هو بيتطفق مع او بيثق في جميع الاختيارات القادرة على المنافسة وانه كمان بيرغب في الحصول على افضل ما لدى محمد صلاح وجميع اللاعبين على كل حال احنا منتمنى التوفيق اكيد للمنتخب بإذن الله وتاني احنا مش هنتهاون في الحصول على اللقب القصة ما اصبحتش ان احنا عايزين نقدي اداء مشرف او ان احنا نروح ونجرب او ان احنا يعني نحاول لا احنا عايزين نروح نحصل على اللقب لان احنا نقدر نحنا نحصل على اللقب انت عندك يعني منتخب في عناصر عالمية وعناصر دولية وعناصر المحترفة فبتهايقلي احنا مفيش حاجة بتنقصنا غير بقى ان المفروض يكون في رسم كويس او يعني خطة كويسة فربنا يوفقنا ان شاء الله وعلى ذكر الاداء المشرف ويا ريتو المشرف مش هدين نوصل للمت دا يا كريم ماليمت هنوصل انا بصني انا بالأول ما تشل ليبيا لو تلاحظ انا عارف انا فكرة كويسة انا مقولك انا حطت ايدي على قلبي ومش منطمن اللي بيحصل بس بالمناسبة على ذكر محمد صلاح يعني نجمينة المتقلق في الخارج طبعا محمد صلاح مبارح كان فايق وريق وكان متقلق جدا في مباراة في منتهى الروعة وقوة بين ليفر بول وبين شلسي طبعا انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الانجليزي محمد صلاح استطاع ان يسجل هدف رائع في ديئة 26 بعد مستطل كورة على الجابها اليمنى بعد تمريرة من ارنلد ليراوغ الملك المصري كعادته ويسدد بمتاق قوة هدف في الزاوية الديئة لحايرس مارما تشلسي جون عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى والحقيقة مبارح محمد صلاح يعني كان كالعادة مطار اعجاب كل الناس اللي كانوا حضرين المباراة مبارح الفرقتين كانوا فيقين قوي كان مطشي قوي ومحمد صلاح فعلا كان متقلق جدا والمعلق أصلا يعني تحس ان انت لو فوتت ثانية بترجع تبص غصب عنك لا بس فعلا كانت مباراة أو كانت مباراة قوية جدا وقلينا بقى نتكلم تاني نرجع بلغة الارقام بالهدف ده محمد صلاح كده أصبح يعني أو خواصل هدف التاريخي لفريق ليفر بول في الدوري الإنجليزي بعد ما ساهم نتكلم في 14 هدف سجل 9 أهداف صنع 5 وتجاوز كده رصيد صلاح يعني النجم السابق لو هنتكلم بقى اللي سبقوه جيرار طبعا اللي سجل 13 كان هدف من ناحية كمان تانية ولو هنخش بقى تفاصيل أكتر ولغة أرقام ترتيب بهدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية المباراة كان طبعا في المركز الأول محمد صلاح 16 هدف بعد كده دياجو جوتا كان 10 أهداف جيمي فاردي كان 9 أهداف وسعد يوماني برضو 8 أهداف وفي المؤخرة عشان برضو الناس تبقى عارف حين نتكلم كريستيانو رونالدو 8 أهداف فيعني أكيد في فرق كبير جدا برضو في الأرقام فعلى كل حال احنا بنقول محمد صلاح مبروك مرة تانية حاجة مشارفة جدا ولسه عتاقل لسه المسيرة مستمرة يعني احنا بجد محمد صلاح ما بيعجس أنه هو يقدم لنا حاجة كل يوم يعني كل مباراة لازم بيقدم لك جديد فعني مبهر لا صح أنا بتفق معك فعلا هو مبهر بكل ما تحمله الكلمة من معنا طيب كل اللي تال لغاية دلوقتي حضرات مجرد فتح كلام لسه أخبارنا مستمرة معكم مهم كمان نحنا نقول لحضراتكم الجديد في موضوع الكافض لأن زي ما احنا شفنا عالميا الموضوع لسه مستمر وما فيش حد كبير عليه مهما كنت في دولة متقدمة مهما كنت بتاخد الإجراءات الاحترازية بنشوف شخصياته وإحنا بنقول لسه كنا في بداية الحلقة ميسي أصيب فما فيش حد كبير يعني على أن هو يصاب محدش يفتكر أن هو لا 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 أنا مش هجرى لي حاجة سنتعرف دي برضو لهجة موجودة لا لا أنا بخلي بالي أنا بحط كحول أنا بندمكش قوي مع الناس يعني على قد ما نقدر برضو نحرس لأن الموضوع لسه لسه إحنا ما نقدرش نيجي نقول دلوقتي خلاص في النهايات الموضوع لسه مستمر معنا خلينا نروح للتقرير الأخير ونتكلم عن الحالات الجديدة والوفيات الجديدة إحنا عندنا حالات جديدة بمعدل دلوقتي تمنمية وواحد حالة قدام حضراتكو الأرقام على الشاشة الوفيات الجديدة للأسف الشديد تسعة وعشرين وبنتكلم بقى إجمالي عدد الوفيات حتى هذه اللحظة دائم حضراتكو شايفين وعدد الحالات الشفاء وإجمالي عدد المصابين فيعني ربنا يسلم وإن شاء الله قريبا أو حتى لو حنقول مع نهاية السنة يا كريم نيجي كده نقول الحمد لله قدرنا نحن نتخلص من الكوفيد قدرنا نحن نتخلص من هذه الفيروسات أنا أتمنى فعلا مع نهاية العام أو حتى لو كمان قبل كده بس يعني لأن كفاية فعلا إحنا البشرية تعبت أعتقد العالم سنة الثلاثة على كل حال أخبارنا لسه ما خلصتش فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكو مرحبا حضراتكو مرة تانية ودلوقتي بقى خلينا نروح نتابع أخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة وأنشطته كمان ومرسلتنا العزيزة مريم سميح ففرع النادي الأهلي بمدينة نصر مريم صباح الخير عليكي وصباح الفل وعايزين نعرف منك بقى أخبار النادي الأهلي وكمان عرفينا كده التوافد من قبل يعني الأعضاء أخباره إيه والجو كمان عامل إيه دلوقتي تفضل يا ماري بصبح عليك يا نهواند بصبح عليك يا كريم بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة لأخبار النادي ولكن جولتنا النهاردة من داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر طبعا هنقل لكم كل الأجواء ودرجة الحرار وكمان أخبار النادي الأهلي سواء بالفرق الرياضية المختلفة سواء الفريق الأول لقرة القدم أو الفرق الرياضية الأخرى خلينا في الأول نبدأ كده بداية هنقل لكم الأجواء داخل الفرع هنا في مدينة نصر الحقيقة أن تواجد الأعضاء يعني ليس بالكثافة اللي مطلوبة أو اللي كانت موجودة خلال الأيام الماضية ده طبعا بسبب الانخفاض الكبير والملحوظ لدرجات الحرارة وطبعا بسبب تواجد كمان شبورة مائية وده هو اللي خلى تواجد الأعضاء مش بالكترة أو بالكثافة المتعرف عليها داخل الفرع هنا في مدينة نصر كمان الترق المؤدية للنادي الحقيقة أن هي برضو بتشهد يمكن كثافات مرورية كبيرة ده بسبب أيضا وجود شبورة مائية على أغلب الترق المؤدية للنادي الأهلي هنا ودرجات الحرارة يعني حاليا في فرع الأهلي بمدينة نصر أو درجة الحرارة عمتا بتبلغ يعني ما بين 16 ل 17 درجة ويعني أعلى درجة هترتفع لها هتكون 19 درجة مقوية ده هيكون طبعا خلال يعني ساعات العصر المقبلة خلينا بقى ننتقل دلوقتي لأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة ميستر بيتسو موسماني الحقيقة أن 24 ساعة فقط بتفصيلنا عن بدء أول ميران بعد توقف الميران أو التمرينات الخاصة بفريق النادي الأهلي خلال الفترة الماضية وكمان سفر ميستر بيتسو موسماني المدير الفني الفريق لمدة يعني تجوزت عشر أيام الحقيقة أنه هو هيعود خلال الأيام المقبلة أو تحديدا يوم 8 يناير الجاري ده طبعا بعد تواجده خارج البلاد أو تحديدا في تنزانيا في أجازة يعني بعد توقف الدوري المصري الحقيقة أن بكرة التمرين يعني ميستر بيتسو موسماني يكلف المدرب العام كابتن سامي أمسون هو يتولى خلال الأربع الأيام المقبلة حتى يوم 8 يناير الجاري تدريب الفريق ده طبعا بالنسبة للعبين اللي لم يجهدوا أو يشاركوا بكثافة في المباريات الماضية ولكن بدءا من يوم 8 يناير الجاري هتعود يعني تدريبات مكثافة لفريق كرة القدم أو الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي تحت قيادة ميستر بيتسو موسماني والحقيقة أنه هيكون مشارك فيه كل اللعبين سواء يجهدوا أو لم يجهدوا بكثافة خلال الفترة الماضية هذا طبعا استعدادا للمشاركة في الإمارات أو بطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام في المباراة في الفترة ما بين 3 وحتى 12 فبراير المقبل طبعا يعني ننتقل دلوقتي لأخبارنا أو أخبار الفرق الرياضية الأخرى والبداية مع سيدات سلة الأهلي اللي طبعا فازوا على مصر للتأميم بنتيجة 88-72 وده في المباراة اللي أقيمت أو جمعت الفريقين مساء أمس الأحد فيه تمام الساعة السادسة مساء على صالة مركز شباب الجزيرة ده طبعا تحت قيادة كابتن علي هاشم المدير الفني الفريق الحقيقة أنه هو أشاد بالفريق لأنه قدم عرض قوي جدا ومباراة قوية جدا تحديدا على المستويين سواء الدفاعي أو الهجومي وبعد غد الأربعاء الحقيقة أن سيدات أو سيدات سلة الأهلي هيكونوا على موعد مع الجزيرة ضمن منافسات بطولة الدوري أيضا ده طبعا بعدما تغلبوا لأنهم الحقيقة مقدمين عروض قوية جدا ومتتالية بعدما تغلبوا على نادي هاليوبلس في المباراة الماضية أو المباراة اللي سبقت مباراة مصر للتأميم بنتيجة 97-68 وأخيرا برضو طائرة رجال الأهلي النهاردة عندهم مباراة أمام نادي هاليوبلس وهي مباراة العودة أمام نادي هاليوبلس الحقيقة طبعا زي ما احنا عارفين ضمن منافسات الدوري أن المجموعة لفيها الأهلي أو كل الفرق الموجودة في منافسات الدوري بتخوض عشر مباراة ذهاب وعودة بدأوا طبعا يوم 6 ديسمبر الماضي وهينتهوا يوم 7 يناير الجاري النهاردة في مباراة لطبعا يعني رجال طائرة الأهلي أمام هاليوبلس هتقام هذه المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر نادي الأهلي بيئة الجزيرة في تمام الساعة الرابعة عصرا وكمان يعني عايزين نفكر كل مشاهدي القناة الأهلي أن الحقيقة طائرة الأهلي أو الرجال طائرة الأهلي قدموا موراة قوية أيضا وهي كانت مباراة العودة أمام نادي الزهور يمكن خلال الأسبوع الماضي وقدروا أن هم يتغلبوا على نادي الزهور بثلاث أشواط نظيفة مقابل لاشي دي كانت كل الأجواء وكل الأخبار الرياضية المتعلقة بالنادي الأهلي من داخل فرع النادي الأهلي بيئة مديت ناصر بشكركم جدا عودة للستوديو مرة أخرى إحنا كمان بنشكرك جدا يا مريم على هذه التغطية شكرا لك جدا نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على موقع يلا كورة وزميلتنا العزيزة النورهان طمان اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع وبالمناسبة هكون كمان لها لقاء مع الأستاذة مننا عمر الصحفية بموقع يلا كورة صباح الفل عليك وصباح الفل على ضفتك العزيزة تفضلي يا صباح الخير يا كريم وصباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت يا كريم من مقر موقع يلا كورة ومعنا الناقضة الرياضية مننا عمر للتعليق على منشتاتنا زي ما عودناكم يعني هنقول لكم منشتات الصادرة صباح اليوم في معظم المواقع والصحف الرياضية وأول خبر معنا من موقع يلا كورة طبيب منتخب مصر أشعة السلية مطمئنة وسيتواجد في الوقت المناسب أما تاني منشت معنا فمن جريدة الشروق اليوم أرعت كأس الربطة بحضور نجوم الرياضة ومن الرياضية السعودية كورونا يداهم ميسي أما آخر منشت معنا من جريدة الشرق الأوسط قيمة تشيلسي وليفربول تنتهي بتعادل في مصلحة سيتي وتخل يعاقب لوكاكو بالاستبعد طبعا معنا النقدة الرياضية مننا عمر برحب بيكي معنا في شاشة قناة النادي الأهلي صباح الخير عليك يا نورهين صباح الخير على كريمونا هو أنت في الستوديو صباح الخير على كل المتابعة ونتنادي الأهلي يكون سعيدة طبعا معك لأنه أي عنصر نسائي في الرياضة بيسعيدني الحقيقة مرونة ونورهين منا في أول خبر معنا منا موقع يلا كورة طبعا عن السلية وآخر تطوراته الطبية كابتن يعني مستر كارلوش كيروش مبارح في المؤتمر الصحفي تكلم عن عمر السلية تعليقك على طبعا عودة اللاعب وأداءه في الفترة الأخيرة زي ما كلنا تابعنا فعلا مبارح كيروش تكلم بشكل كويس جدا عن عمر السلية أول ما بدأ كلامه قائد منتخبنا في كأس العرب فكون هو يبرز دي في أول تعليق على السلية فده معناه أنه بيصق فيه جدا السلية من العناصر اللي قدرت أن تساعد نفسها الفترة الأخيرة جدا سواء مع الأهلي سواء مع المنتخب إن شاء الله بإذن المنتظرين أنه هو يرجع بالسلامة زي ما قال كارلوش كيروش مبارح بس غالبا زي ما عرفنا برضو أنه هو مش حيال حق المطش الأول نيجيريا يوم 11 إن شاء الله يبقى متواجد في مطش غينيا بيساو يوم 15 كيروش كمان مش تكلم على السؤالية بس بشكل جيد تكلم كمان على بعض العناصر من من النادي الأهلي زي محمد الشيناوي زي أكرام توفيق زي حمدي فتحي زي باقي العناصر سواء من النادي الأهلي أو العناصر من دم قائمة المنتخب واعتبر أن هما دول اللي هيبنوا القوام الأساسي بتاعه في الفترة الجاية وأنه هو بيصق فيهم جدا أن هما يقدروا يبقوا أو يعتمد عليهم في الكأس الأمم الأفريقية إن شاء الله طيب تاني خبر معنا عن قرعة كأس ربطة ودي بطولة مستحدثة داخل مصر إحنا طبعا بنشوف في الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية يعني توقعاتك هل هننجح إن إحنا نبقى زيهم؟ بس الحقيقة الربطة من ساعة ما بدأت وهو هم عاملين شغل هايل جدا فيه نظام فيه فيه موعيد إحنا ملتزمين بيها موعيد جدول دوري ملتزمين بيها طبعا بخلاف الاستثناءات اللي بتحصل في كل العالم يعني فكرة برضو إن إحنا في فترة التوقف بتاعت المنتخب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية إن إحنا نشتغل على كأس ربطة أو نعمل بطولة للأندية تستفيد بيها بحيث إنه لما يرجعوا على الدوري بعد كده ما يبقاش فيه أو ما نتكلمش على إن اللعيبة بقالها فترة ما اتمرانتش اللعيبة بقالها فترة ما عندهاش حساسية المباراة الحاجات دي فأنا أعتقد إن توقيت البطولة هيبقى لطيف جدا أعتقد الأندية كلها كمان إسرار الربطة إن الأندية كلها تشارك ما تعملش استثناءات إنه فريق يشارك أو فريق لا أعتقد إنه هيطفي على البطولة قوة تطبيق كمان تقنية الفيديو تواجد الجماهير كل ده أعتقد إنه هيطلع البطولة بشكل لطيف جدا زي ما قلت إن القرع النهاردة إن شاء الله الدهر ساعة تنين والنظام بتاع البطولة هيبقى ثلاث مجموعات كل مجموعة فيها ست فرق وعلى رأس المجموعات دي الأهلي والزمالك وبيرامدز هيتأهل أول المجموعات وأفضل تاني دول هيلعبوا السيميفاين طيب كورونا يدهم ميسي طبعا خبر حزين على كل عشاء النجم الأرجنتيني ومش ميسي بس يعني شفنا شفنا أسماء كتيرة جدا في يعني أوروبا هل كورونا رجع تاني يهدد الكرة العالمية؟ دي حقيقة يا نورهينو زي ما كمان انتي قلتي هو مش ميسي بس في ثلاث لعيبة تانية في باريس ومش باريس بس زي ما احنا متابعين كلنا في إنجلترا الأمور بدأت تسوق عندها كتير تأجل لها مباريات إمبارح ما شفناش كلوب كان في المباراة طبعا لأنه كان كورونا أليسون بيكر فرمينيو لعيبة كتير بالزبط لعيبة كتير رجالها وفرق تانية كمان كورونا بالزبط وكورونا كان من أسباب كمان تراجع تشيلسي في في البريمير ليج الموسم ده ومش برضو مش في إنجلترا بس لا في كمان في إيطاليا في ألمانيا شفنا في باير ميونيخ فأعتقد الأمور الفترة الجاية لو ما حصلش كنترول أعتقد أن هي ممكن نرجع تاني نشوف إجراءات احترازية أكتر نرجع تاني نشوف تقليل ساعة الجماهير في الملاعب الحاجات دي كلها طيب أخيرا بقى مباراة ليفربول وتشيلسي وقمة يعني شفنا نارية مبارح اثنين اثنين ومحمد صلاح طبعا يعني التقلق في المباراة ولكن للأسف طبعا التعادل كان في المانشتة اللي معانا بيقول أنه في مصلحة منشستر سيتي أنا عارفة أنت بتحبي منشستر سيتي فأنتي شايفة أنه تعادل فعلا في مصلحة بيب جورديولا دي حقيقة تعادل الفرقتين أو تعصر الفرقتين في مصلحة سيتي الفرق بعشر نقط ما بين سيتي وما بين تشيلسي وحداشر مع ليفربول بس ده مش معناه أن خلاص البريمير ليج انتهى أو اللقب التحسن احنا بنشوف بريمير ليج بنشوف المنافسة لحد آخر جولة حد آخر دقيقة في الموتش الأخير في الجولة الأخيرة فده مش معناه كده خالص زي ما اتكلمنا لسه من شوية قلنا في كرونا في انجلترا فهي زي ما أصرت على تشيلسي وليفربول هيجي الدور على سيتي هيجي الدور على بقية الفرق كلها فأكيد هيحصل دروب أكيد هيحصل فيه تغيير أو شألابة زي ما احنا بنقول في جدوى للدوري فلسه بدري جدا أن احنا نحكم على ده بس طبعا التعدل ما بين الفرقتين طبعا طبعا خدم سيتي جدا يعني نشكرك جدا يا منا ونورتين على شاشة قناتنا دي لارسيا نورهين نورتون دي كانت أبرز منشتاتنا وتعليق طبعا النقضة الرياضية من عمر من موقع يلا كورا شكرا لكم جدا وعودة للاستوديو احنا بنشكرك جزير الشكر زميرتنا العزيزة نورهين طمان تحياتنا ليكي وتحياتنا لضفتك الأستاذة من عمر الصحفية بموقع يلا كورا وقبل بس ما نكمل بحضراتكم سلسلة الأخبار الرياضية العالمية اللي معانا الحقيقة لازم نتوقف لدقائق عشان ننعي اسم كبير جدا قيمة وقامة فقدناها النهاردة يعني قيمة وقامة في عالم الصحافة وفي عالم العسكرية وفي عالم الرياضة وعالم النقط الرياضي للأستاذ الكبير إبراهيم حجازي رحمة الله عليه اللي هي طبعا ما نتوجه لكل أسرته وكل محبيه بخالص تعزينة يعني ربنا يرحمه برحمته الواسعة كان شخصية محترمة جدا شخصية ثرية جدا وعلى عدة أصعيدها الحقيقة فأكيد كلنا فقدناه ولكن هذه هي حال الدنيا زي ما بيقول والبقاء لله وخالص تعزي لأسرته أكيد اسم كبير الله يرحمه وبردو الجنازة حتشيع بعد صلاة الدهر من المعادي ده برضو معلومة لحضراتكم طيب قبل ما نطلع بقى فاصل عايزة بس أفكر حضراتكم أننا كريم مبارح كنا طلبنا منكم نتبعتولنا على السوشيال ميديا على صفحات يعني قناة الأهلي المختلفة أو حتى البرنامج اقتراحتكم إيه المواضيع اللي حابين أننا نتكلم فيها أو نضيفها في عشر الصبح في الأهلي الزيوف اللي حابين تشوفوهم الأخبار المتعلقة بنجم معين بتحبوه ابعتولنا الموضوع لسه مفتوح لنهاية الأسبوع وآخر بقى فقرة في الأسبوع ده إن شاء الله نوعد ونشوف مقترحات حضراتكم زي ما احنا دايما بنحب أنتوا جزء من هذا البرنامج سريع ونرجع بعدين نكمل كلامنا في حضراتكم زي ما اتكلمنا في بداية الحال الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن فئة جميلة جدا في هذا المجتمع وهي ذوي الهمم أو قادرون باختلاف اللي دايما ليهم بصمة في أي مكان ودايما النادي الأهلي لو اتكلمنا بقى تحديدا بيكون حريص على دعم وتنمية مهاراتهم وإحنا كمان في عشر صبح في الأهلي نكون مهتمين جدا بهذا الملف وشوفنا مؤخرا مصرحية كانت أكثر من رائعة نظمتها لجنة دوي الهمم بالنادي الأهلي وهي مطلوب مخرج وكان حريص جدا كابتن محمود الخطيب كمان على التواجد وتكريم الأبطال الحقيقيين هنعرف تفاصيل بقى يعني كل الكلام ده وكواليس كمان اللي وراء هذا العمل الضخم من ديوفنا دكتورة دينا محسن رئيس لجنة دوي الهمم بالنادي الأهلي يا صباح الفل لنوا سهلا والأستاذ فيصل الشناوي مخرج المصرحية سواح الخير عليك أهلا بيكم سواح ده بوجود حضراتكم معنا منورنا وبعدين أنتم عملتوا حاجة جميلة جدا ومحترمة جدا الحقيقة أنا عايز أستأذن حضرك أستاذ الدينة نبتدي معاك ونعرف كده سر اهتمامك بزاوي الهمم يعني اشمعنا وبعدين فكرة أن ليه في لجنة بالنادي الأهلي مختصة بأصحاب الهمم دي حاجة جميلة جدا برضو عايزين نعرف من حضرتك ملبسات هذا الأمر صباح الفل يا كريم صباح الفل يا هوني صباح الفل على كل الأهلوية في الأول أنا أصلا طبيعة شغلي أنا مدير برنامج الإعاقة في أمديستو هي منظمة غير هدفة الربحة البرنامج ده بينشئ مراكز لخدمة الطلاب زاوي الإعاقة في الجماعات الحكومية أنا بقالي خمس سنين بشتغل في البرنامج ده ولما اشتغلته لقيت قد إيه الإمباكت بتاع الشغل عليهم بيبقى عامل إزاي لا أقولت له هدفي أن هو هيكون خدمة الناس دي سواء بشكل في شغلي أو بشكل تطوعي أو مجتمعي زي ما بعمل في النادي الموضوع حصل لأن أنا كنت في الأول عضوة في لجنة المرأة وبعد كده في لجنة الطفل وبعد كده بشمواندس وليد يعني يعرف أن أنا لها طبيعة شغلي في الموضوع ده فعمل معي انتربيو وقال لي إيه رأي تنعمل هي وقال لي لجنة زاوي الإيمان كانت متواجدة من اللجان من أول ما كابتن محمول الخطيب ميسك طبعا في الدورة لنتخبية 2013 هي موجودة من ضمن بقية اللجان لكن زي ما نقول كده تم تفعيلها بشكل جديد تم يعني إيه تشكيلها أو إعادة تشكيلها السنة اللي فاتت ومسك تهو وحاولت بقى أن أنا يعني أعمل حاجة في الفترة القصيرة ده أنا عندك عملتي حاجات الحقيقة وعلى أكتر من صعيد يعني ثقافيا فنيا رياضيا دي كلها حاجات منتها الأهمية الحقيقة وإحنا معنا لقطات هي دلوقتي لأن في ناس طبعا تكون ما شافتش العرض بس هو عرض كان يعني تم بشكل احترافي يعني اسمحوا لي أن أنا كمان وأستاذ فيصل أكيد حضرتك ليك دور كبير جدا كمخرج وبتتعامل مع فئة وقدرت أنك تطلع منهم أفضل يعني أداء فبرضو لازم نعرف أكتر إزاي إزاي ده تم أولا بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد جدا بوجودي معاكم وسعيد أكتر أن دي أول تجربة ليا في مصر بعد سفر أننا نرجع تكون مع الأهلي الوطن ده ومع الولاد دون الفكرة يعني بدأت بأن إحنا ليا صديق في النادي أستاذ أحمد عوان هو بيمثل في المصرحية يعني الوحيد الذي يمثل في المصرحية من خارج الزوي الهمميان وإحنا معنا ثلاثين أولاد وابنت من أصل خمسين كانوا مشتركين مسجلين تقريبا ثلاثين اللي استمروا عشان المسافة والوقت الطويل اللي اشتغلنا فالفكرة إحنا عادنا مع المهندس وليد بكرة تدريب هو أحمد قال تعالى أننا قلت له أنا عايز أعمل تدريب للأطفال إحنا عايزين نعمل تحية لكابتن وليد مملوك يعني من الشخصيات الجميلة في النادي الأهلي والشغالة بشكل يعني يومي بجد على الأهم بالقلب الحقيقة دائما وبشكل فهو أحمد قال لي طم تيجي نروح للنادي الأهلي هو موجود في النادي عضو في النادي تعالى ألتروا يعني نروح 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 ودي كانت بداية أن الواحد يأخذ دفعها لأمهندس وليد قال لأ طب تعالوا بقى إيه في لجنة زو الهمم ونشكلها دلوقتي وهنشتغل وقابلنا بعد كده بالدكتورة دينا وأستاذ محمد حسن موجود معنا والأستاذ مي وقعدنا معاهم وبتدينا نعمل إعلان فاشتركوا الناس وجم اشترك خمسين وجم عاعدوا معنا فكانت الفكرة أننا نعمل ورش تدريبية تطوير مرات نشوف الأولاد عندهم إيه يعني يقدروا يقدموا إيه لقيت عندهم إيه بالمناسبة وخصوصا أن حديكت عملت مع تلاتين ولد وبنت ليهم ظروف خاصة وطبيعة خاصة فأكيد التعامل برضو كان هقول لها حضرتك أنا في البداية إيه قلت كنت بعملهم زي إحنا عندنا في المسرح ورش مسرح إعداد ممثل فعمل لهم ورشة إعداد ممثل أشوف مدى استجابتهم طبعا فانبهرت يعني لقيتهم باستجيبوا شغل جماعي أداء حركي صوتي بشكل فقط خيالا يعني بضربهم على جمل وبدربهم على أداء صوتي ويشتغلوا مع بعض فلاقيت الموضوع لأ الموضوع ما ينفعش يعدي مجرد تدريبات فابتدينا بقى لأ طبنا يلا بقى نحاول موضوع ده لمسرحية بس إيه شكل المسرحية اللي يمشي معاهم قعدنا بقى كتير نكتهدي من وشمال لغاية ما إيه جبت نص للصديق مؤلف اسمه أحمد سمير ابتدينا نشتغل عليه وابتدينا نزبطه على يمشي مع الولاد إنها تبع مشاهد متصلة من فصلة يعني مخرج وفرقة المخرج اللي هو الأستاذ أحمد بمعافر مصرح عايزين يقدمه مصرحية فجالوا مخرج كده يعني ماشي حالك فبيسرق بقى مشاهد من كل حاجة سي السيد ومن تيتانيك ومن ليلة الحلمية والولاد بيمثله بقى الشخصيات دي يعني تتلاقي فجأة الولاد ده بقى أقلوا على ليلة الحلمية باللبس بالبتاع فجأة في مشهد تيتانيك اللي بيجي يطلقت منه بنيابل جاك وروز مشهد الغرق فمشاهد كوميدية فالولاد ده بهم خفيف أنا بعد شهر أو شهرين تقريبا أنا بصراحة منتظ صراحة ما بقيتش شايف أن دول زوهمة أنا بتعامل مع فرق مسرح ويمكن جي محمد مرة قال لي أنت بتتعامل أنت بتقولهم يا أستاذ وأستاذة وتفضلي وعملي وأبطع أنت بتتعامل مع فرقة طبعا أنا مش واخد بالي بس أنا أنا نسيت خالص موضوع إنهما فيهم أي اختلاف لا 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 بالعكس ده هم متميزين جدا واللي عملوه في الفترة دي يفوق الخيال ويشجعكم للمزيد بقى من الإنتاج المصرحي أو الفني لا فأبهروني بصراحة يا عسن فئة يعني خليني بس أروح محضرتك دكتور دينا تحديدا دي أكيد دراستيك أو يعني ده بجال عملك فئة ربما الثقافة بتاعتنا احنا كمجتمعات زمان كانت مختلفة ونظرة أن هما يعني إيه ده ما يقدروش وفئة محدودة الكلام ده غلط تماما ويمكن دلوقتي الموضوع اختلف بشكل كبير بعد كمان لما نتكلم بصراحة اهتمام يعني القيادة السياسية وقعطت بجد اختلاف على الأرض فخلينا نروح مع طبيعة ذوي الهمة وتحكي لنا قدقي الناس دي لأن احنا أنا وكريم كتير استضفنا وبجد كنا بنتعلم منهم أنا مش بجامل أو بحاول أدخم بجد القصص اللي احنا كنا بنسمعها منهم حاجة جميلة وتحديات وصعوبات قدروا أن هما يتخطوها ودعم كان من الأهالي فخلينا نروح شوية للنفسية معيك عشان نقدر أن احنا نفهم أكتر هو في حاجة كمان أنا كنت عايزة أضيفها على كلام أستاذ فصل لموضوع المصرحية احنا برضو المصرحية كان فيه هدف خافي منها أن الولاد دولت بيتعامل عليهم شغل كتير قوي الناس ممكن بتشتعل معيهم بالكواليتي مش قوي عشان هما كده كده هنبسطوا في الآخر أي حاجة هنعملها هنبسطهم وخلاص فالمصرحية بتحكي كده بتحكي واقع أن للأسف فيه ناس ما عندهاش ضمير بتستغل الولاد دولت وتستغل أولياء أمورهم فإحنا فكرة المصرحية لأن احنا ناس عادية ممكن نكون ناس عادية بس مش أقول قدرات خاصة لأ طريقة أن احنا نمارس حياتنا الطبيعية محتاجة تسهيلات معينة التسهيلات دي ممكن تكون يعني تسهيلات في البنية التحتية ده حاجة بقى هو في المباني بتاعت الرصيف إحنا عندنا مشاكل فضيعة عندنا مشاكل لأن احنا عندنا في قاهرة تحديدا مباني أسرية أو مباني قديمة كتير فالموضوع بيبقى محتاج نعمل رنبات إن احنا نسهل لهم الطريق هما صراحة أو غيرهم لأن أنا كانت أول رسالة ببعثها عن طريق اللجنة إن أنا بقول إن احنا كلنا معارضين إن احنا يبقى عندنا إعاقة أنا لوقات خلص أي حادثة حصلت خلص السيدة الحامل الرجل أو ست الكبار السن بيلاقوا صعوبة في التحرك ففي عندنا عوائق اللي هي في البنية في البنية التحتية وفي المباني في عوائق كمان اجتماعية أيوة للأسف الحضراتك بتقولي ده وده اللي أنا من خلال شغلي أصلا بشتغل لأننا بنحاول نغير النظرة للولاد دولت من نظرة طبية ده نظرة إنه هو مريض أو أبو سولوب بصت شفقة لنظرة الاجتماعية نظرة الاجتماعية إن أنا ببص هو يقدر يعمل إيه وأفوكس عليه في حاجات معينة ما بقدرواش يعمل هو في حاجات يقدروا يعملوه أنا بشتغل على قدراته لأنا بقول أنه عنده قدرات خارقة وأنا بقول يعني حتى أنا دايماً أستخدم لفظ الأشخاص ذوي الإعاقة لأن مصر ماضي على اتفاقية الأمم المتحدة بالإسم ده والقانون المصري طالع بالإسم ده فأنا يعني يمكن طبعاً الإسم المجتمعي زوي الهمم أو زو قدراته يعني كل فئة أو كل مكان مجتمع كيف يصبح زوي الهمم أصلاً؟ يعني كل مقاق بعد سنين طويلة من مصطلح ما كانش يعني هما ما يستحقوهوش بس الإعاقة أنا دايماً أقول أن الإعاقة أنا عشان هي مذكورة في القانون المصري بتاع الإعاقة الأشخاص زوي الإعاقة فأنا بحب أن أنا أقول اللفظ ده لأن ده اللفظ المسؤول اللي موجود في القانون عشان ياخدوا حقوقهم لازم أقول اللفظ ده والإعاقة معناها مش أنا عندي إعاقة الإعاقة في المجتمع أنا المجتمع مش عارف يتقبل الاختلاف أو المجتمع مش مراسل فعلاً أنت قلت نقطة مهمة جداً الإعاقة مش عند الشخص الإعاقة في تقبل أصلاً أنا بتفق معيك جداً بالضبط كبه وبالمناسبة هل النظرة المجتمعية دي هذيك لمست أن هي اختلفت أو في طريقها للاختلاف طبعاً أنا شايفها أولاً ملحوظ يعني في المجتمع أولاً صراحة يعني من ساعة ما في خمس رئيس عبد فتاح سيسي اهتم بالملف ده وأنا شايفها الدنيا كلها متجهة صح وطبعاً النادي الأهلي كمؤسسة كبيرة في الدولة هو من أول مؤسسة يعني من أول أوائل المؤسسات أيوة موجبل أي ملف بيتم الاهتمام به أو أي مبادرة بتعملها أي وزارة أو رياسة فنتيجة الاهتمام الرئيس بالملف ده فعلاً الموضوع بقى فيه اختلاف الشغل المجتمعي بس محتاج وقت انت عشان تغير الماينسيت محتاج شغل كتير مش بسهولة كده فبنحاول فكرة كمان إن احنا بنحاول ندمجهم الدمج ده مش يعني وده إن شاء الله بإذن الله إذا تم اختياري في التشكيل الجديد أنا نوية أن أعملها الدمج مش كلمة وخلاص أن أنا أدخلهم مع ولاد طبيعية لأ أنا لازم أهيأ الناس إنها تتقبل الولاد دولت وهي الولاد دولت إزاي يتعاملوا مع بقية الناس بشكل طبيعي عايزة أقول لها حضرتك الحاجة وممكن برضو أستاذ فيصل دايب السؤال مرتبط يعني ممكن حريك برضو تجاوبنا زمان برضو كنا بنشوف مش بس المجتمع بل فيه أهالي يعني كانوا أصلا بقفلوا على أولادهم ومكسوفين إن هم يطلعوهم أو حتى خايفين عليهم بالزيادة فبيدمروهم لأن محدش بيعيش لحد العمر كله إنت لما هتقعد قفل على ابنك ما في يوم من الأيام هتروح وتسيبه وهو هيبقى لوحده فالإعداد داف عشان كده أنا هربط الكلام بتاع دكتور دينا بفكرة برضو هنا عايزة حركة نقلنا الصورة بتاعت الأهالي للجمال أو الأطفال دي إزاي كانوا متقبلين إزاي كانوا بيشجعوا أولادهم يعني خلينا نعرف برضو من حضرتك وفي البداية لما عادنا معاهم لقينا هي نفس الفكرة اللي إحنا طرحناها في المسرحية أنهم أنتوا هتعملوا إيه يعني خايفين إن إحنا كمان نصبح متجرين يعني أنا كمخرج جاي عشان أعمل شو وإحنا بنقول ده بالنص في المشهد الأخير الولاد بيقولوا بلسانهم إحنا محتاجين يعني إحنا مش عايزين حد يستغلنا ولا يجاي يعمل شو على حسابنا ولا الكلام ده كله إحنا عايزين يعني حد يأمن بينا وبقدراتنا وفي حاجات عظيمة الولاد بنفسهم في المشهد الأخير وده خلى عينين الكابتن تدمع لو شفت الفيديو مع لقطة دي يعني دمع حقيقي مع الكلمات دي هم بيقولوها بالسانهم فبيقولوها من قلبهم وكانوا بيقولوها بقوة ده كان آخر كلام في المسرحية رسالة الأخيرة الأمهات بقى عادنا معهم أنا اتفاجئت أن تقريبا نص الفريق دول أبطال رياضة مبين السباحة مبين الكاراتي والبنت بطلة الاستعارات بطلة العالم في الكاراتي لسا كانت في دبي يعني مهتمين فيهم جدا وبعدين طب إحنا عندنا يوميا يوم في الجزيرة ويوم في مدينة ناصر بيجو ومستمرين لفترة ست شهور ولا الأمهات والأهالي دي هم دور كبير جدا وما هم شايفينهم حاجة كويس هم بعد شوية لما لقوا مننا أن احنا عايزين نعمل حاجة بجد ابتدوا تفاعلوا معنا جدا وجينا بقى في بطا يخطروا مننا هم مش هنوعد وقت كتير فانتوا عودوا سجلوا وصوروا بأي طريقة المهم تدربون في البيت فابتدوا يدربون في البيت لما دخلنا على مرحلة رسم الحركة والاستعداد للعرض ابتدنا نعمل فريق إدارة مسرح من الأمهات يعني هتلاقي إدارة المسرح فيه ثلاثة يمين وثلاثة شمال اللي قاعد على الموسيقى أم اللي قاعد على الفيديو أم يعني كل فريق العمل اللي صمموا ملابس اللي صمموا يعني عملنا تقريبا من 10 أو 12 أم هم فريق العمل خلف الكوليس فلا هم كانوا عنصر أساسي من الجحل أنتوا أسعدتوا بالأطفال وأسعدتوا أهليهم وأسعدتوا كل الحضور وطبعا أكيد على رسوم كافة المحمود الخطيب واللقطة العظيمة اللي شكناها من شوية أنا بسا عايز أتكلم حضراتكم في تفصيلة كده من حيث المبدأ فكرة التنمر فكرة مؤسفة جدا على كل الأسعاد لكن لما يكون التنمر كمان على زاوي الهمم بيبقى الموضوع مؤسف بزيادة ومؤلم كمان إيه اللي ممكن نعمله عشان الطريقة دي تتغير والنظرة دي تتغير والمعاملة دي تتغير تدائم من المدارس إزاي نفهم الأولاد في المدارس إن الزميل ده أو الزميلة دي هم مختلفين لكن مش مادة للتنمر بزرط ثقافة الاختلاف بزرط ده نقدر نوصلوا إزاي لأن ده اللي حينتج عنه إن المجتمع يبقى متصالح مع وجود فئات مختلفة في وسطها نعمل ده زي هو أهم حاجة لازم نشتغل عليها فعلا موضوع الوعي الوعي ده ممكن يتم بطرق كتير قوي من ضمنها مثلا الشكل المصرحي أو الشكل الفن اللي احنا بنعمله ده لأن أنا يعني فيه شغل للمجتمع وفيه شغل للولاد دولت وفيه شغل كمان لأولياء الأمور على فكرة إحنا زي ما حضرتك قلتي أولياء الأمور يعني الأهالي زمان كانت فكرها فيه أهالي كتير بالبركة بسببهم الفكرة دي منبدأ حبة بحبة مع اهتمام الدولة مع شغل المجتمعات المنظمة المنظمات المجتمع الدولي بتعملها ومؤسسات الدولة بتعملها الشغل والإعلام بيعملوا الفكرة بدأت بدأت أنها تتحسن بدأت يعني أنا برضو مثلا في الجامعة عندي أنا بقعد بنقعد مع أولياء الأمور اللي هو مركز الإعقاب بنقول لهم يا جماعة القصة مش أن الولاد يدخلوا برضو جامعوا بس القصة تشوفوا ابنكو هيقدر يعمل إيه ويعملوا هينجح فيه إحنا مش عايزينه يدخل ويعلق في الآخر شهادة اسمها شهادة جمعية لا إحنا عايزينه ينجح حاجة يشتغل بيها ما يشتغلش بنسبة الخمسة في المية وخلاص لا يشتغل عشان هو كف إنه هو يشتغل فدايما شغلنا نحن بنحاول نرفع من كفائتهم ومن ناحية التانية بقى بنشتغل على الولاد كبير جدا واعتقدت فيه مدارس كتيرة جدا بتطبق الدمج لأن القانون المصري القانون الإعاقة القانون اللي هو رقم عشر لسنة 2018 بيضمن حق الولاد دولت في التعليم بجميع أنواع سواء مدارس أو الجامعة فبداية دخولهم للمدارس بس تهيئة المدارس الأول ما ندخلهم شو خلاص زي ما بقوله يا قصة نعمش هدخلهم ونوم في الجامعة وخلاص لازم تهيئة تهيئة مثلا ويساعد بيقلل من التنمر ويساعد على موضوع للأخلاقيات تنتشر أننا نتقبل بعض نتقبل بعض باختلافتها وتفر الاختلاف ده إيه صح جدا الوقت بيجري بس إحنا عايزين في الآخر برضو ناخد كده يعني رسايل أمل وتوعدونا يعني برضو أستاذ فيصل هل إحنا هنتوقف عند العمل ده ولا في حاجات لسه جاية وحتهتم بهذا الملف إحنا حبين نشوف ده كتير بالعكس يعني إحنا كنا بنقول إنه دي بداية كويس قوي عايزين نحط حجر أساس وحتى يمكن ما قلت ده في الكلمة بعد العرض إحنا ألقنا نضوء على الكنز ده أنا نسميهم كنز صحيح لأنه محدش كان يعني فنيا ممكن يوزو أنا شفت لهم بعض العروض في جهات تانية يعني بيطلعوا كمبارس كده يعني سكتين وفيه أبطال عديدين لا هم أبطال المصر هاي دول يقدروا يعملوا كل هاي فإحنا ألقنا ضوء عليهم طلعوا وكون فيه سلام هم جدا بس حبيبة أكد عليها إن إحنا اتفقنا كمشروع عمل إن الناس اللي تيجي أحضر المصرحية دي مش عايز ناس تيجي تعطف على الأولاد أنا عايز نظر احترام للأولاد وتأذير لمجودهم وده اللي شفنا في نظرات الحضور حلوى النقطة دي جدا وده اللي أنا أتفرج على المصرحية بتفرج على الرأكشنات بس والحمد لله اللي التصوير جاب لنا رأكشنات فخلاني فعلا الحمد لله نجحنا إن إحنا نوصل للنقطة دي فإحنا حطينا حجر أساس معنا فريق قوي تلاتين هنبدأ إن شاء الله نبني عليه مع اللجنة ومع النادي إن إحنا إن شاء الله نكون مستمرين مش بس مسرح في قرال وغلع على فكرة كان فيه استعراض كان فيه مدرب استعراضات كابتن إهاب عمل استعراض بدايعة على وغنية النور ومكاننا في القلوب كانت جميلة واشتغلنا عايزين نعمل أفلام ببطولتهم أفلام قصيرة أنا متخصص في الأفلام قصيرة جميل كل اللي حالك بتقول لو أكيد كمان برضو ممكن يبقى فيه مساحة لعمل بروتوكول ما مع وزارة الثقافة طبعا وجود حد زي لو سيد خالد جلال برضو المخرج المصرحي أكيد في النادي الأهلي برضو دي نقطة مهمة جدا لأن انتو بتعملوا حاجة مفيدة يعني مفيدة ليهم وللمجتمع لأن احنا عايزين المجتمع يبقى ساوي وزي ما حضرك بتقول ما تبقاش النظرة لا نظرة سخرية واستهزاء ولا نظرة حتى عطف ولا نظرة عطف نعمش عايزين نظرة مختلفة لو ما كانتش نظرة احترام على حد تعبير حضرك يبقى ملهاش لازمة النظرة أنا عايزة أقول أن فعلا يا كريم يعني هم بنفسهم اللي بيكتسبوا هذه النظرة لأن لما يعد معنا مثلا نموذج زي كده ويبقى بطل ويقول لنا هو ازاي بيتغلب أصلا عن أي حاجة يقولك أنا مش حاسس أن أنا عندي إعاقة ويحكي لنا قصة نجاحه ويجيب مدليات ويرفع اسمه مصر في محافل دولية هو أصلا كده كده إحنا غصب عننا هنحترمه فبصراحة هم كمان بيفردوا احترامهم علينا يعني يا ربنا يوفقهم فئة محترمة جدا ويوفق حضراتكم بجد في العمل اللي بتقوموا به ونتقابل تاني وفي عمل جديد بإذن الله نورتونا شكرا لك يا دكتور دينا شكرا لك يا ثانيكم أنتم تعملوا حاجة محترمة جدا وإن شاء الله المزيد من النجاحات بإذن الله نحن نطلع فاصل سريع يا حضراتكم نرجع عشان نبتلي مع حضراتكم تاني وآخر فقراتنا الحوارية بحلقة النعارضة تفضل يعني بكل حضراتكم عودة من جديد ليه عشة الصبح في الأهلي ونتكلم بقى شوية طبعا عن النادي الأهلي واللي جاي إن شاء الله بالنسبة للنادي الأهلي وبطبيعة الحال لازم نتوقف ونتأمل ونبدي اندهاشنا حولها كثير من الأمور المتعلقة بمنتخبنا والأهم المتعلقة بتصريحات كارلوس كيروشو اللي أثارت يعني دهشة الكثير من الناس كل ده حنتكلم فيه مع كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق اللي دايما بينورنا بوجوده معنا في البرنامج صباح الفل على حضرتنا صباح الفل أساتذة صباح الجمال وراك وراك نعم تنورنا دايما باش إيه رأيك بقى في الشغل العالي ده يعني تحس إن هنا دنيا واسعة وحلوة وفي بيتنا بقى في بيتنا كده وديكورنا والإمكانيات بتاعتنا أحسن أكيد طبعا وحاجة جميلة وإن شاء الله بإذن الله يعني توفيه بقى الفتر اللي جاية إن شاء الله بس يا كابتن حشيش بصراحة احنا نبدأ بقى من اللي كريم من اللي اندهاجة من اللي اندهاجة لا الموضوع أصبح شوية غريب اتكلمنا عن كاس العرب قلنا طب خلاص بيجرب لعب مراكز مش بتاعت اللعيبة قلنا مش ممكن في حاجة احنا مش فاهمينها كويس إحنا دلوقتي بس مش بننتقد إحنا بنحاول نفهم لما حضرتك تيجي تقول تصريح زي إن أنا في عائدي ما بيتضمنش أمم أفريقيا أبا حيكو إحنا بنتفعلك برضو لي وفي الأول في الآخر أكيد ده بيزنس طب هكو جاي وعندك هنا جماهير أو الجمهور المصري لا هم ما بيقبلش حاجة زي كده ولا يقبل تصريح زي ده وأعتقد هو مش فاهم طبيعة المصريين لأن تصريح زي ده لا يثير غضب مش بس اندهاج بصراحة فخليه نفهم هو طبعا كانت صادم مبارح للكلام يعني الناس اللي تابعت طبعا الحديث بتاعه مشكلة كبيرة يعني انت يعني احنا هو نفس السيستم والطريقة قابل برضو كاس العرب لما حوال بالنفس بالزبط أنا رايح يا جماعة عشان أجرب وهذا في اللي بعد كده في أمم إفريقيا وفي تصفيات كاس العالم فقلنا طيب يعني كاس العرب كان لسه هو بقله فترة قليلة برضو يعني موتشين بس بتاعه إفريقيا فماشي الحال وأنا هاخد معايا مجموعة كتيرة أني ما شفتش الناس كلها وهجرب وهشوف معقول ومنطقي يعني ماشي برغم أننا برضو كمنتخب مصر في جميع الظروف يعني إحنا أبطال العرب أساسا يعني يعني وأقدم اتحاد كورة في الدول العربية كلها ومؤسسين يعني فقلنا ماشي يعني مش مشكلة أنت بتجرب والدنيا ماشي وما أخدتش بعض الناس اللي هما كانوا طبعا مع برامزو وكده ومع النادي الأهلي في بعض اللعيبة يعني وانا هتجرب الناس جديدة أنت دلوقتي خلاص جربت بما فيه الكفاية والناس استحملت بزغط ومساندة طبعا لغاية دلوقتي وطبعا الناس هتفضل مساندة بس احنا بنقول أن لأ يعني كده كثير يعني ما تدس على الناس على طول كده يعني برضو ادي أمل يعني احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا ونوصل حتة بعيدة ونوصل للنهائي ونعم يعني انت فاهمت ازاي ادي روح حتى عشان حتى حتى لعبتك بالظبط كده عشان حتى اللعيبة ما تدهمش إحساس أننا برضو راح أجرب والتركيز على بعد طبعا أنت هتفضل تركيز على بعد طبعا فرد اللي بعده خالص ده مجاش يبقى ايه الوضع هاي منين باللي احنا شايفينه كمان بالظبط كده المكسب بيجيب مكسب الاستقرار بيجيب استقرار الأداء بيجيب نتائج فانت عايز تطمن بقى احتكاك قوي جدا مع المنافسين الاحتمال يتقابلوا وحد فيهم المشكلة في انهال زي من هاواندكا بتقول من شوية ان هو مش مدرك قيمة المنتخب المصري ولا هو متكبر على المنتخب ولا هو مش واخد باله من اللي بيحصل يعني المشكلة فينا عشان يطلع منه تصريح زي ده هو محتاجة كريم حد يخش دماغه يعني حد يدخل دماغه ويقول لنا ايه الدنيا في ايه يندخل من ايه حتة بقى من وراء من قدام وعنده سيفي محترم واخد أرقام محترمة عشان نوعبا وبعدين هي المشكلة دلوقتي ان انت لا تملك غير انك تساند لو طلعت تكلمت على حاجات كتيرة مش عجبات وتساؤلات كتيرة من ضمنها الكلام اللي احنا لسه بنقوله على الحديث بتاع مبارح هتبقى قولك بس الوقت والناس والمسانده هقنا دلوقتي انت بتكلم عن جمهور مصر فلما يجي يطلع مدرب المنتخب المصري بيتكلم ان انا مش فارق معي انا مش جاي عقدي فيه علاقة بيننا وبينك يعني عقدك فيه ايه وبعدين احنا ازاي هنجيبك واحنا مش عايزينك تجيب لنا بطولات يعني امر غريب انا معتقدش كمان ان الاتحاد الكورة لما جي اتعاقد معاه قال له اه انا مش عايزين امام افريقيا مستكيروا احنا عايزين انت فاهم ازاي ما ينفعش عدد اتنين انا متعاقد معاك بالسيفي القوي بتاعك ده عشان يعني ما تحتاجش المفروض الخبرات الكبيرة اللي زيك ما تحتاجش بقى الوقت الكبير انه يفهم ويعرف اللعيبة ويكون فرقة ويعمل ده المفروض انا جايبك عشان انت راجل لك خبرات كتيرة فمش معقولة هقولك لا بلاش كاس العرب وبلاش امام افريقيا وخلينا في الآخر لا انا مش عايزة قارن كيروش بمسيماني بس معلش لو جيت حطيت ده قدام ده شوفت تاني لما جيه ازاي تعامل وازاي قدر يحتوي ويفهم اللعيبة ويقرب ويحسن اداءهم ده فيه لعيبة بعد مسيماني ما جاء اصلا برزوا منهم محمد شريف وقفش على سبيل المثال لا ومسيماني كان جاي ايه كان جاي على دور قبل النهائي بطولة افريقيا وعلى فكرة لو ما كانش حصل عليها كان الناس مش هتلوموا طبعا اصلا ولكن اللي حصل ايه يعني هي طبعا اختلاف ما بين يعني مدرب ومدربه وبعدين برضو عشان نكون منصفين ممكن يكون مسيماني لعب ضد الاهلي قبل كده وعارف لعبة الاهلي وعارف يعني له خبرات في الحتة دي فممكن تكون قربته المسافة رمى بيضه بالأول يعني كليه 100 امارة بتقول ان ده مدرب تيل وعارف يعمل ايه كويس لا وحدد يعني اختياراته من بدري ويعني حاول يوازن المسألة ما ينفعش انا مثلا زي الكاس العرب اخش واجرب الدنيا كلها في ماتشاك انا بعد يعني احنا كنا متخوفين واحنا رحين كاس العرب بس بعد ما شفنا المستويات هناك مش واو يعني ان انت يعني كان قريب او ان انت كان ممكن او ان انت توصل للنهائي وكان ممكن ان انت تكسب البطولة فانت لو كنت عندك الحافز من بدري وحط في دماغك ان انت رايح تكسب البطولة كان ممكن تديك تأثير اكثر من كده حلو جدا انا بس الجزء اللي عايز افهمه برضو ان انا وكريم اتكلمنا فيه في الانترو ده برضو جزء من تصريحات كيراش لان احنا لحد دلوقتي مش فاهمين هل ده كان صخرية ام كان هزار ام كان قصده حقيقي لم اتكلم ان انا عندي افضل لعيبة ويمكن كريستيانو رونالدو يعني حتى لو نقطة انا مش شايفها لطيفة بس على كل حال يعني 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 فهمتها ازاي طيب هل ده تقليل من المنتخب اصدي تبقى مشكلة كبيرة لا يعني انا ما اعتقدش بقى يا بلوسة اهو جاي فتصنا خلص يعني بقى شكله كده انت فاهم ازاي احنا عملين يعني نتكلم بس احنا كده بالراحة عملين برضو ان نحاول نوزن الامور يعني لان احنا برضو داخلين على حتة صعبة بس هو يعني انت عارف لو في اوضاع بقى عادية غير ان انت خلاص انت مسافر وعمل لا ده كان الناس طالع تتكلمت تتكلمت على بعض الاشياء في الكلام بتاعه في المؤتمر بتاعه كان ممكن ندخل في سيكاك تاني خلص انما احنا لما نيجي نتكلم مثلا ناخد عليه حتة طب انت دلوقتي عندك 28 العيب طب ليه واخد 25 طب تاخد 3 عشان برضو ان انت الظروف هناك ما تعرفش ايه الوضع كورونا اصابات دورة مجمعة مش هتهلها بالضبط قانون سمح لوبنا وبعدين انت عندك يعني انت هو انت مثلا هتدفع من جيبك التلات تذاكر اللي بتوع انت فاهم ازاي فحاجات طبعا غريبة استبعاده لبعض الناس هنقول وجهات نظر وهو قال حتى مبارح انتم بتكلموني على اثنين لعيبة طب انا مختار 25 وانا شايف ان دول اصلح ناس للكزا مش هتقدر تكلمون لان هي وجهات نظر ايوه يعني هي وجهات نظر استبعاد من لعيبة كبيرة سواء اهلي وزمالك عندهم خبرات وكانوا من احسن اللعيبة الموسم اللي فات كله فانت بتيجي تستبعدهم فانت حتقول ايه بقى لا ده الراجل ده بقى فيه سر غريب الراجل ده بقى مالوش حل وهيكسر الدنيا يا الراجل ده بقى ما لسه ما فهمش الدنيا خالص كمان الجملة اللي هو قالها اللي نهواند وقفت عندها دي هي الحقيقة مصيبة سودة من النحياتين سواء كان بيهزر او كان بيتكلم جد لو بيهزر فعلى رأينا نهواند مش نكتة لطيفة مش حلوة مش حلوة مش حلوة مش حلوة مش وقتها كمان وبعدين مثلا من كتر اللي هو كان عامله معنا قبل منها فقعد وفارد وبيهزر لا يعني مش واخد علينا قوي عشان يهزر اخبرك ادي واحدة ولو كان بيتكلم جد وقاصد جملة اني انا عندي احسن لعيبة في العالم انت ما عملتش بهم حاجة ليه اه بالظبط مش كده برضو احسن لعيبة في العالم وطالع بهم رابع العرف اه مثلا فيعني بص احنا برضو هرجع اقول تاني احنا هنشوف مقدماش حاجة هل حد فينا وقدامو حاجة يعملها احنا بنتكلم بنفس عن نفسنا في حاجات مدقيقانة وحاجات بنتكلم ان هي مش طبعية وحاجات مايصحش تتقال وحاجات يعني في رأي ناس كتيرة مننا في الاختيارات انما برضو بنقول احنا بنقول اراء وهو صاحب الشأن لان بعد كده هو اللي هيتحاسب انا بتتفق مع حضرتك اكيد مفيش حد ما بيتتفقش في النقطة دي انه لازم يكون في محاسبة في النهاية بس لو كلمنا بقى وخرجنا شوية بعيدا عن كيراش او اسامي بعينها لو كلمنا عن القرى المصرية طيب هي مفروض ازاي تدار القرى المصرية تقييم حضرتك دلوقتي اصلا لادارة القرى المصرية ايه اللي احنا محتاجينه عشان نعود مرة تانية لمنصات بقى التتويج يعني عايزين نفهم اهم حاجة طبعا او اسباب اللي احنا فيه التخبط اللي احنا فيه عدم الاستقرار في مجلس ادارة الاتحاد اللي هو الاتحاد اللي بيدير الكرة مفيش وضع بالتالي مفيش وضع السياسات لسنين طويلة قدام مراحل مراحل بداية من طبعا اخر اتحاد ميشي 2019 بعد الامم الافريقية جت لجنة خمسية وبعدين لجنة سلسية على مدار سنتين بيدير برضو اتجاهات مختلفة كل واحد بكونسبت معين للفترة الجديدة طبعا كل ده لخبة الدنيا محتاجين ان شاء الله بعد خمسة يناير اتحاد يجي وانا شايفهم كلهم يعني الناس محترم وكلهم شخصيات كويسة وعندها خبرات ان هم يقدروا يعملوا بقى استراتيجية كاملة لمدة خمسة سبع سنين ما بقاش فيها تخبط يبقى فيه حاجات سابتة فيه اهتمام طبعا يعني لازم يكون فيه اهتمام فيه مشاكل يا جماعة كتير يعني عشان جوة الاتحاد ومسك مدير تنفيذي طبعا للقاهرة اللي هي اكبر فرع لاتحاد الكورة فانا عندي مشاكل كتيرة جدا جدا مستني ان شاء الله بإذن الله الانتحاد الجديد لما يمسك عشان نقعد ونتكلم اهمها عندي اللي هي توصلنا بقى للارتقاء بمستوى الكورة في مصر هي مسابقات الناشئين طاعات الناشئين والبرائم عندي مشاكل كبيرة جدا جدا فيها وانا عندي منطقة القاهرة بتضم مية وخمسة نادي ومركز شباب يمكن بعض المناطق الثانية 10 أندي و12 نادي أنا عندي مية وخمسة فالقصة صعبة وبعدين أهم أندي طبعا كل أندي مهمة في مصر بس أهم أندي عندي في القاهرة النادي الكبير وعلى رسوم طبعا النادي الأهلي ففي مشاكل في قطاعات الناشئين بالتالي ببقى في مشاكل في المنتخبات المراحل السنية المختلفة في مشاكل في اختيارات الاجهزة الفنية في مشكلة في اختيارات اللعيبة اللعيب طبعا لازم يبقى متأسس ولازم يبقى واخد جرعته اللي هي تساوي للمرحلة السنية بتاعته ماتشات وتدريبات وكلام ده عشان يخش على المرحلة السنية بتاعته في المنتخب بقى منتخب قوي منتخب الصغيرين بعد كده منتخب الشباب بعد كده المنتخب الأولمبي اللي هو بيوصلك لمنتخب مصر الكبير فالمشاكل دي لازم تتحل لان هي دي بص اي حاجة تانية بقى اصل المسابقات مش عارف اصل كذا اصل لمسك مش عارف هي الاساس هو قطاعات الناشئين اللي بتطلع المصنع اللي بينتك هو ده الاساس لو ده بايز وما تحلش المشاكل اللي فيه اللعيبة هتفضل نفس القصة على ذكر المشاكل كنت الحاشيش برضو من ضمن الحاجات اللي كتير جدا بالناس فدت وقفة وعملة كده وعملة تجيبها يمين وتجيبها شمال مش لقيالها اي مبرر منطقي انلاس حضرتك عندك اي مبرر تقولين عليه بقى ربنا يا كرمك فكرة اصراره الواضح بقى ان الموضوع مش صدفة فكرة اصراره على ان كل لعيب يلعب في اي حتة في الدنيا غير مركزه المعتاد لدرجة ان احنا ممكن نتوقع ان المطش الجاي تلاقي مثلا ايه الشناوي يرفع عادي جدا عارف انا بقعد احللها كده في دماغي لقيت حاجة بقى اقول يمكن خايف يتزنق في مطش في لعيب معين وعايز يغير من جوه الملعب مش بره الملعب فيجيب ده هنا ويجيب ده هنا بس طب انت في الاول شوفه في مكانه الاساسي عشان تحكم عليه اذا كان موجود معك ولا مش موجود ده من البداية وبعد كده ما تضمن او تقتنع به ابقى ابتدي تغير وبعدين انت غيرت في بطولة برضو كبيرة يعني انت هل هو ممكن انا ما اعتقدش بقى ممكن يغير التغيرات دي في كاس الامم اه انا ردي انا لا دي تبقى بقى بص فضوء اللي حصل لغاية دلوقتي هتلاقي الناس ما واخد شنطه وطلع على الكاميرا وبقى تصرف معا لأ صعب عندك اي مساحة للمزيد من الاندهاش يعني لو حصلت حاجة جديدة من نفس الاطار المكان انا اندهاشت كتير خلال الفترة اللي فاتت اندهاشت في حاجات كتيرة تعاملاته مع الجهاز الفني الاختيارات يعني بيعمل حاجات اللي هي يعني ما تجيش في بال حد خالص ما فيه يعني اللي هو اللي هو منطقي يعني في بعض الحاجات كل الحاجات دي طبعا انا يعني مستغرب يعني عشان كيانا بقول لك لو لقدر الله حصل حاجة في الامة الفريقية هتلاقي ناس بقى تطلع تتكلم بقى واحد اتنين ثلاثة اربعة يعني التفاهم ازاي فاحنا بنقول يا رب وبنساند وبنقول له ربنا هديك للصح وانت الاختيارات بتاعتك اللي انت اخترتها اكيد فيهم طبعا لعيبها كويسة احنا ممكن يكون اعتراضنا على واحد اتنين ثلاثة ناس ما اتخذتش من وجهة نظرنا جايز وجهة نظرك انت فيها حاجة تانية احنا ما نعرفهاش بس تثبت لنا بقى انها صح يعني تثبت لنا في الامم الافريقية اللي جايوا من خلال الماتشاط ان الموضوع صح مش اي اختيرات او انت غلطت انك مخدتش فلان ومخدتش فلان انما انا اعتقادي بقى كريم ان هو احساسه ان هو اعتماده كل هيبقى على المحترفين هو متخيل الخامسة صلاح اني تريزيجيه مصطفى محمد مرموش الناس دي اللي هتغير الشكل العام يعني زي ما تقول ايه انا حاطت دولارة الخامسة دولارة هيلعبه واللي جنبهم يعني هيسنده وحتمشي انت فاهم ازاي مش حاطت دا لو دور الرمضانية اخصب بالله ما هيفكر تجاهها بالشكل لان انت برضو من عز اقولك حاجة ما انت لما يكون اعتمادي انا على طبعا لعيب أكبر جدا وعلى قصوم صلاح بس ممكن يكون حد فيهم مش موافق اتنين ولا حاجة انت باني باني حياتك على الموضوع ده عارفين يسيرفيسه على اللعب طبعا ويقدر بناء الهارموني بتاع الفرقة كلها الانسجام القصة المواء يعني وشفنا انها كانت غايبة النقطة تحديدا في كاس العرب في البطول مليون في الماية ما هو من التبديل والتوافق احنا اللي بقعنا تصريحات جديدة والله ياريد حفيني تدريب المتخب وتصريحات كانت برضو لكارلوس كيراش خلينا نتابع نرجع نكمل مع حضراتكم هذا هو مجدد هو مجدد صحيحات 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 احنا احنا من يجب لتصريحات لتصريحات احنا قلت شيء ليس حسنا ويجب احنا المترب جاي هنا يعتذر عشان امس انصرح بشيء للإعلام والشيء ده كان فيه خطأ لم أكن أعلم بشيء من المتربة لا يمكن أن تستطيع بالتصريحات هذه المتربة طبعا بالنسبة لبنوض العقد الإعلامي مع الاتحاد المداري يقول صعب انحنا نستمر بالتصريح اللي قاله انه كان خطأ انه كان فيه خطأ بس ويعتذر عن هذا الخطأ اليوم احنا نستطيع ونستطيع نستمر هذه مجلسة خطأ ومارد لتصرف الناس ومن خطأ من الإجتماعين ومن قبل بكرة ومن أفضل بكرة بسيء لقد رسولة ويقول إنه كان خطأ شخصي كان حصل أتمنى أن تفهم. شكراً لكم. شكراً لكم. ما لكش دعوة بديه وأنه بيخش على البعض وما إستحالة وخصون قبلها كمان بطولة يعني فانت بطولة أولانية وتانية وانت جاعش عن ماتشين لأن الماتشين دول يا هيدوك اللي تخش في البطولة البعدها يا مش هيدوه لك فطبعاً لا طبعاً فالكويس إن هو استدرج الموضوع ده أنا أنا معا جداً ثقافة الخطأ لو كو بالبعا اعتذار يعني خلاص كأن ما حصلش حاجة فبس دي نقطة كويسة على كل حل إن فعلاً كانت مثيرة طب تفتكرى غير غير اختيارات اللعيفة ولا حيبان ولا يرجحوا لبركزهم مثلاً ولا على كل حال يا كابتن حشيش خلينا نروح للأهلي والحاجة بقى اللي تسعدنا شوية كده عشان نغير المود شايف إزاي برضو دلوقتي يعني طريق الدوري والأهلي أداءاً لحد هذه اللحظة لو هنقدر نحن نقيم بصي الأهلي بدأ الموسم السنة دي بشكل رائع يعني نتائج وأداء ولعيبة وكم اللعيبة اللي جي بعد الاعراض يعني عارفة عالج المشاكل اللي كانت السنين اللي فاتت موجوداً بنقول إن اللعيبة ويدوبة كمة ولما بتيحصل إصابات بيبقى فيش لعيبة حتى وتبقى الدكة ضعيفة لا كل ده تغير والناس جات من الاعراض وعلى مستوى عالي وكانت وجهة نظر مجلس الإدارة أن يطلع ناس عارضي كانت هيلة لأن الناس استفادت فعلاً ما كانش ممكن يعني ممكن لو كانت قاعدت في النادي كانت خلاص مشت وصح يعني عمار وعبدالقادر ناس كتير جداً جداً راحت ورجعت على أعلى مستوى شوفناهم من خلال الكماتش بتوع الدوري الموسم ده إن هم طبعاً قدوا أداء كويس طبعاً مش كلهم خدوا لسه الفرصة ده اللي حيدخلني بقى على الموضوع التاني اللي هو بتاع كاس الرابط اللي هيتعمل نحن بس نستأذر حداً كان أسر المقاطع بس نخلي بقى الكلام في النقطة دي بمجرد بنرجع بالفاصل ورجعنا لكم تاني في عشر الصبح في الأهلي ومعنا نهواندو كريم الله عليك يا عنابي يا كبير يا مصرفة أي خدمة طبعاً هتسألنا بقى ولا خلو نرجع تاني والله أنا ممكن أسألت لعنا لا أنا رايبة لاش لا خلينا نكمل بس جد واو طبعاً طبعاً خلينا نرجع تاني للأهلي وبرضو إحنا عندنا يعني لعيبة تقيلة والقصة هنا برضو مختلفة شوية يمكن لما نيجي نتكلم الفترة اللي جاية والموسم الجديد بتشوف برضو هل إحنا عندنا حاجات ربما نقول مش نقض ضعف لكن حاجات يمكن بعض المشاكل الصغيرة اللي حصلت في الموسم اللي فات هل بتتوقع برضو أن احنا يعني حنقابلها في الموسم الجديد ولا الوضع إلى حد كبير مختلف وأعتقد حضرتك فاهم أصدي إيه هي المشكلة هتبقى موجودة بس لها الحلول وهتبقى مش مؤثرة زي كل سنة هي برضو تلاحق المباريات نتيجة طبعا للفترة اللي جاية في كاس أمم هيتعامل كاس رابطة هيلوس سلبياته وإيجابياته بعد كده طبعا في توقفات عشان المنتخب تاني وعشان كاس عالم للأندية وكاس عالم كبير له وإن شاء الله دخلنا فالموسم هيبقى مضغوط طبعا السنة دي عشان كم اللعبة كويسة وده اللي هتدخلني في موضوع كاس الرابطة إن فرصة كويسة جدا لمسيماني واللعبة إنه شوف اللعبة اللي ملعبتش اللي مش قادر اللعبة بصفة مستديمة أو بصفة مستمرة في مبارات الدور الفترة اللي فاتت فيك ناس كانت بتاخد على مراحل أو بتاخد مثلا نص ساعة ممكن ياخد جزء إنما الفترة اللي جاية حيشوف لعيبة جديدة باستمرارية يعني هديها فيه ماتشات البطولة كلها وده هتبقى فرصة اللعيب مش داخل يعني تحت ضغط إنه لو ما سبتش نفسه في العشر دقائق اللي نزيلها أو نص ساعة أو الماتش ده ممكن يقعد لا ده عنده فرصة نلعب ماتش حتى لو كان نص ونص يلعب ماتش واثنين وتلاتة حيقدر يقف على مستوى اللعيبة لأنه هيحتاج كم اللعيبة دي يعني واحد زي عمار مثلا ملعبش الفترة اللي فاتت خالص عنده فرصة إنه يدوز بقى في الكاسر رابطة ويلعب المباراة كلها تفرق معه جامد أحمد عبدالقادر اللي برضو من الناس اللي أنا كان قمنيت حياتي روح المنتخب وكان جدير أنا رأيه كان جدير بالموضوع ده إنما حيبقى الفرصة كويسة من خلال كاسر رابطة إنه هو يظهر فيه لعبة كتيرة كريم بردونس ربنا يا خدي آه يوم الضبط كده كريم حيبتدي معانا إن شاء الله فكل الناس دي عايزة تاخد فرص وعايزة تلعب وتلعب باستمرارية أكتر من اللعيب حتى بقى كمان العناصر الشابة اللي هي جامع من خطاء النشئين أكيد هيستعين بيوم أن هم برضو يقدر ياخد فرصة برضو من المباراة على أساس لما اللعيبة ترجع تاني إن شاء الله بقى ونلعب الدوري الممتاز يبقى ما عندوش حتة إيه قصة ده ما بلعبش ده ناقص شوية خبرة ده لسه ما جابش مستوى دي اللي هتعوض أو اللعيبة بتاعتي مضغوطة زي ما حصل الموسم اللي فات تحديدا تنسيش برضو الناس اللي جاء دي هتبقى جاء هل كان ما هي دي النقطة اللي بقول لحضرتك فاهمني عشانها شهادنا ده الموسم اللي فات بشكل مكثف يعني مش عايزينه يتقرر تاني اللعيبة هتبقى جاية مجهدة زي اللي حصل في الماتش الأخير بتاع فيوتشر اللعيبة يا جماعة ده وضع طبيعي وضع طبيعي دايما بعد البطولات الكبيرة لازم المستوى بيقل شوية نتيجة انت قبل الماتش اللي هو البطولة بتبقى مضغوط نفسيا بدنيا مركز كويس او تبزل يعني جهد جبير جدا جدا خلال المباراة وشوفنا ماتش السوبر الافريقي كان الجهد عامل ازاي لغاية اخر دي او اخر ثانية ضربات جزاء بتحمل اللعيبة ضغط عصبي بعد كده بتفرح وبتاخد البطولة بتفك وكان بين الماتشين حاجة بسيطة رجعت تلعب ماتش مع فرقة محترمة عندها نجوم عندهم خبرات في الدوري فده كان وضع طبيعي يعني والدليل على كده ان فيه ناس زعلت بعد ماتش فيوتشر وقالت لك النادي الاهلي ومستوى ومسلماني طبعا الناس اياها دي اللي هي مثلا مسلماني بقى في السماء في ماتش ووحش في الماتش اللي بعديه اول ربع ساعة اول تلت ساعة في الماتش فيوتشر ده كان النادي الاهلي مكسر الدنيا وكان ضغط جامد جدا على فيوتشر وكان فيه فرص كثيرة بتضيع فيوتشر ما كانتش حتى عارفة توصل بعد نص الملعب بتاعها اما التعب التده يحل بقى على اخر اولاني والشروط التاني شوفنا بزرع بتشوف اي فرق بين اداء النادي الاهلي محليا في الدوري وبين اداءه في اي اي ماتش افريقي هقول لك على حاجة هو اصل الوضع طبيعي ان انت بطولة الدوري بطولة طويلة بتحتمل التعويض يعني مثلا ماتش اتعدلت ماتش بس دفعنا تماما التفريط انا عارف طبعا في الاخر بس دي كانت لها ظروف معنا انما انا بتكلم على المستوى العام ان ماتشات افريقيا لا اذا كان دوري المجموعات او بعد كده لا الماتش الواحد بيفرق فببقى تركيز اهم بطولة اكبر منافسين اقوى واخد بالك ازاي وفي حتى منافسين انت ما يعني ما قابلتهمش او ما تعرفهمش فمن هنا بتكمن الصعوبة وبالاداء يعني فيه انواع من انواع التركيز اكتر اهتمام الجهاز واهتمام النادي كله بطولة افريقيا النادي الاهلي بطولات الدوري بالنسبة له واخد كان بطولة يا جماعة انما احنا عايزين نعمل ريكورد في البطولة الافريقية واخلي بالك البطولة الافريقية مرتبطة بكاس عالم الاندية وده الاهم انت بتتكلم انت دلوقتي طلعت من المحلي انت بتلعب بقى بتفكر في انك تبقى دولي وبتفكر دلوقتي كمان مش انك تجيب مركز في بطولة العالم الاندية انت عايز بقى دلوقتي خلاص وصلت المرحلة جبت برونزية مرتين انت عايز بقى يعني تتقرب شوية تفهم ازاي يعني النادي الاهلي بما فيها كمان البطولة دي من امتيازات مادية كبيرة سواء بطولة افريقيا الابطال او بطولة الكاسعالم الاندية فيها برضو فلوس كتيرة فيعني الاهتمام والقصة كلها راح على الناحية دي مش معنى كده ان النادي الاهلي بفرق في البطولة المحببة بالنسبة له او البطولة المحلية لا بيبقى ماشي برضو متوازيع طيب انا بس عايزة اقول خبر لانه هو برضو خبر لسه جديد كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي واستاذ عداء مجلس الادارة وقطاعات النادي الرياضية بينعون ببالغ الحزن والاسى الكاتب الصحفي الكبير عضو مجلس الشيوخ الاستاذ ابراهيم حجازي الوفاة المنية زي ما قلنا لحضراتكم اليوم طبعا دعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته بان يلهم ايضا اسرته الكريمة وذوي الصبر والسلوان ويتقدم ايضا مجلس ادارة النادي اهلي بخالص التعاذي لأسرة الراحل الكبير ومؤسسة الاهرام ونقابة الصحفيين ان لله وان الله يراجعون ده كان البيان الخاص بالنادي الاهلي الله يرحم احنا قلنا الخبر البقاء لله شخصية كبيرة وشخصية محترمة وشخصية جميلة جدا يعني تاريخ انا اول ما انت قلت انا هوند الخبر في فقرتي بقى يعني ذكريات تاريخ طبعا الذكريات معاه هو بالتحديد يعني وانا طبعا عرفه وشخصيا ابرزها ايه بالمناسبة اول سفرية سفرتها في حياتي مع منتخب الناشئين دي كانت اول سفرية كانت لزمبابوي في بطولة افريقيا للناشئين وكان هو معانا في السفرية دي ودي كان اول تعارف بينه وبينه كان طبعا احنا كان لسه صغير ومرح وبيحب الهزار والدحك ولو منطق معين كده وفلسفة في الامور تحب تقعد معاه وتحب تتكلم معاه وتحب تسمع له يعني وابتدت بقى المسيرة طبعا كلها يعني الله يرحمه يعني كان شخصية عظيمة على كل حال وقتنا الأسف خلص بس أنا شايفة فيه حزن ايوه ايوه لا بس نورتنا كيف تنحشيش بالله بجد هاجلتوا بس المشوار جاء بس هاجي بس نحن نحن نفتر بعد الهوى ونتقابل في نص المسافة لا نورتنا بجد وفكرة جميلة كالعادة حقيقة مبروك طبعا على السيودو الجديد وان شاء الله أنتم متقلقين في أي حتى شكرا حضرتك جدا شكرا حضرتك ربنا نورتنا وشرفتنا موجودة وفكرة أظهر نشوفك على خير في حلقات جاية ونشكر أكيد كل حضراتكم وعلى حسن متابعتكم لحلقة النهاردة بكرة بإذن الرحمن يتجدد لقائنا بيكم وحلقة جديدة وعشر صفح في الأحي سباح الفول عليكم